مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين منورنا نهار دا الحقيقة في تلفزيون اليوم استابع نجمة متقلقة جدا حقيقة انها كمان مأدية دور في رمضان السنة دي قوي جدا الكل بيتكلم عن ليلة في صوت بالعرب يمنورانا طرعماد متشكرة دا نورك يعني خلينا بريكلك في البداية عن المسلسل مسلسل قوي تجربة كمان جريئة جدا الكل بيخاف في بعض الاحيان من يعني انه يخوت تجربة كانت معمولة قبل كده بشكل خصوصا انها مسلسل امريكي لكن الحقيقة ان انتو مأدينها بشكل حلو جدا جدا محترف جدا جدا فخليني بريكلك وكلميني بقى عن تفاصيل شخصية ليلة اولا شكرا قوي 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 وانا صراحة عن نفسي انا مكنتش خايفة انا كنت متحمسة تقريبا لان انا برضو بحب قوي السوس الاصلي وكتعجباني فكرة ان هو يتعرب ويبقى قريب قوي للمشاهد المصري والعربي كمان فلا يعني التجربة كانت حلو قوي وكسبت صحاب كتير قوي قوي يعني من ورا التصوير ده هي انتو كرو مميز جدا يعني اسر ياسين احمد داود ريم مصطفى انتي يعني كرو كبير جدا كلميني كمان عن انك يا تارا يعني متقمسة شخصية سوتس بالانجلش بقى يعني ميجن ماركل يعني حاجة صعبة اعتقد انه تحدي مش سهل هو كان تحدي من ناحية تحدي فهو اه لا اكيد كان تحدي بس كان تحدي لذيذ وحالو وانا لما كنت سمعت عن ترتيش كلام ان فيه سوتس هيتعامل كده من حوالي 3 سنين قلت ايه ده الله انا حب ان انا لو اتعرض علي دور يتعرض علي دور ريتشل والموضوع انتهى على الفكرة دي كنت قاعدة مع نفسي بفكر في الموضوع وبعدين جيه وستاذ طاري جانيني المنتج قال لي يا تارا احنا عندنا سوس بالعربي واعيدينك في دور ليلى اللي هو دور ريتشل فحسيت ان ايه ده الامنية انت حققت يعني فلا شخصية يعني انا يعني هو ده الدور لنا كنت حابة ان انا عمله يعني يعني دريم كيم ترو وزي ما بيقولوا وليلي يا تارا ايه اللي شبه بينك وبين ليلى في الحقيقة في حاجات كتير قوي اولها انا خدت ده من الشخصية الاصلية يعني ست حاجات كده معينة لها روح بشخصية ان هي بتحب الاكل ان هي شخص مكتهد ودايما بتسعى ان هي تثبت لنفسها والان الناس اللي حواليها ان هي هتبقى محمية شطرة ومحمية كبيرة وليها اسم كبير يعني فبحس ان الحاجات دي قريبة مني انا بحب الاكل مش باين عليكي يعني بحب واوي صراحة وكمان مكتهدة ودايما بسعى ان انا احلامي يعني وتمحاتي طيب كمان شوفناكي عايشة قصة حب مع احمد داود في المسلسل كلمي عن الحب والجواز في حياة طرعماد يعني يعني لا مفيش اي حاجة دلوقتي في الساحة يعني بتحصل بس لو حصلت حسن انا لا اكيد يعني هشاركها يعني مع الجمهور مأجلة الستاب ولا سايبها على ربنا لا مش مأجلاها يعني مش حسن الحاجات دي ممكن اكون بخطط لها او ان واحد يقدر يخطط لها يعني بس لا سايبها كده يعني طبعا سايبها على ربنا لما تيجي تيجي قوليلي كمان شوفتي زي ردود افعال سوتس بالعربي ازن ردود الافعال اول يوم الناس كانت لسه خايفة الشخصيات بذات الناس اللي عارفة سوتس الاصلي وحباة ويعني مهوسين بالسوتس الاصلي زي ما كانوا رافضين الفكرة فكت فيه ناس اللي هو ايه دا لقا لقا مش هيطلع حلو من قبل ما حتى يشوفوا من قبل ما يدوا مساحة ان الشخصيات تثبت لهم ان ايه دا لقا دا حلو فاحنا في اليوم التامن النهار دا ردود الافعال اتغيرت تماما والناس بتاعت تحب الشخصيات لشخصيتها دي بغض النظر عن المسلسل الاصلي فاتبسطت ان ردود الافعال الصراحة كلها مبسوطة عشان يعني مبسوطين وفرحانين بالشخصيات دي حتى لوهم بيحبوا الاصلي كمان خينيا ترى اقولك انه بعيدا حتى عن الشخصيات التصوير الاضاءة كل حاجة يمكن من المرات الوقتية بنجوه في سانيمة المصرية الحاجة طلعة بالدقة اوي كده بالضبط لا الصراحة يعني كروت تصوير كله بجد شطرين وبين في الكاميرا يعني ممكن شهاتي تبقى مخدوشة ان انا بجد بحبهم واحد واحد بس لا دا شغلهم واتقانهم يعني بين اوي في الكاميرا في الاصلي في التلفزيون والاخراج فلا لا الحمد لله يعني الشغل المجود بين مش هتحكي لي حاجة شوية من الكواليس حكي لي اصعب كواليس مريته بيها لحد لقت البرد كنا بنموت في البرد صراحة يعني ممكن اتكلم من يابتا عن الكل ان احنا بجد كنا بردانين اوي كان فيه فترة بالزات يناير وفبراير كنا بننهار من البرد عشان وقتها كنا بنصور خارجي اكتر فانا فاكرا ان سنيني كانت بتخبط في بعض في نص المشاهد مش عارف اقول كلمتين من كتر ما اللون اتسحب قصة من وشي فبقاعد احط في رجاجو اكتر لان كنت بتلك فدي تقريبا من اصعب الحاجات وانت يعني صغيرة ورفيعة ما تستحمليش الاب لا سنيني كلنا كنا بجد بنبقى يعني سنيني بتخبط في بعض واحنا بنقول المشاهد يعني بس الحمد لله تلات كويس خليني سألك سؤال صعب شوية قولي الممثل او الممثلة اللي تشتغلي معايا ومعدا تقولي بس كده خلص انا عملت خلاص بقى ايه دا حلو السؤال دا بس هو حصل بالعكس هو حصل بالعكس من ناحيتي مش حاسة ان انا ممكن اقول ان خلاص بقى كفية كده بس حاس يعني انا كان الدور اللي انا عملته في صاحب السعادة مع عيد الامام هو دا اللي هو يلا بقى هو دا يعني يلا ننطلق يعني فهو يعني هو دا اللي فتح ابواب كتير قوي بالنسبالي يعني بس مش عارفة لو في ممثل او ممثلة خلاص كده هكتفي بعدها من التمثيل صعب هيا سؤال صعب صعب قوي يعني ما فكرتش فيه لو حصل هكلمك هقولك اكيد طرى قبل ماجي يعني ناس شوية بعض الناس كده عرفوا ان انا هبقى معاكي فكلهم قالوا لي اسألك سؤال واحد سر ما شاء الله هو اكبر جميل شعر طرى عماد دعاء بدعي يعني بجد يعني قبل ماجي يا هاريت بس ايه تبقى مهزب كده ومطرش بس هقولك حاجات انا بعملها وبجد هي حاجات بسيطة قوي بس انا بكسل قوي ان انا عامل ماسكوت وبكسل ان انا اديله الاهتمام الزايد ودائما بحس ان في حاجات كده معينة اللي بتهتمي بيها قوي قوي بتبوس تماما بقى فانا بحب اللي هو انا مطرنشوه بس باهتمي به من تحت لتحت كده فاللي انا بعمله ان انا في حياتي الشخصية انا مش بستخدم حتى سشوار يعني انا بسيبه ينشفه بجد بس بلعي ربي بس يبقى شكله ايه يوزبوت بس بصرحه وتقريبا اللي مساعدني ان انا نقصا شعري بس انا كنت اتمنى ان انا شعري بحس ان هو الازف ان انت تعمله بيبقى مدي فوليوم كده وحركة فدايما بسيبه يعني مش بحب ان انا استخدم حاجات يعني سخنة على شعري في حياتي العادية لان انا بستخدم ده كتير قوي في التصوير فبحاول على الاقل ان انا اريحه يعني في حياتي الشخصية وكمان بصرحه كتير على مدار اليوم ودائما بطفره قبل منام وبجد ما عرفش هل ده بيساعد ان هو يطول ولا اه بس اتقالي قبل كده ان اه ان الضفيرة بتساعد فانا بقالي يعني خلق 29 سنة بطفره قبل منام كمان طرعي زكي تكلميني عن تقوسك في رمضان كل شخص لنا بيبقى لي عادات كده لازم بيعملها كل رمضان ايه تقوس وعادات رمضان حسن ايه ما تختلفش اي حاجة عن عن تقوس الناس يعني كلها حاجات رمضانية يعني فيها فيها ايه مثلا ممكن اكون بشوف اهلي اكتر في رمضان لان احنا بنحاول نتجمع اكتر في الاوقات دي بحاول ان انا اكون يبقى فيه سكينة كده وراحة نفسية اكتر وده صراحة بيحصل يعني انا من الناس اللي بتحب قوي قوي رمضان وطقوس رمضان بنسبالي حاجة كده منك لربنا يعني فبحبها قوي وبحب ان انا التزم بيها يعني كمان يا تارا كلميني عن التصوير في رمضان انا عارفة انه شيء صعب جدا وانتو لسه مكملين تصوير ايه الاخبار هو بيبقى صعب لان يومك بيتشقلب وبتبقي نايمة وصحية مش عارفة انت بعد السيوم ولا قبل السيوم بس يعني لا يعني مش هقدر اقول ان انا متضايق ان احنا منصار في رمضان انا هتضايق لما نخلص تصوير بجد وكت لسه قاعدة بفكر في الحوار ده مبارح انا وري مصطفى قد ايه لا هنزع لان احنا خلصنا تصوير يعني لان احنا بجد موسوطين في لوكيشن اتعلقتوا بالمسلسل اوي اتعلقنا بالمسلسل وبعض ككرو كلنا يعني يعني طارا انا بتبنالك كل التوفيق وانت مكسرة دنيا وان شاء الله تستمري في هذا الاداء المتقلق طول الوقت ربنا يخليكي متشكرة اوي امسي اوي يا طارا وكل سنة انت طيبة وانت طيبة وكل الناس طيبة شكرا لك يا طارا وشكرا لحضراتكم وعلى طيب المتابعة واستنونا مع نجوم انتو بتحبوهم بس على تلفزيون اليوم السابق